إذن لا تدار دفة الحكم في إيران بطريقة مألوفة مقارنة بدول العالم عموما وبدول المنطقة على وجهه الخصوص فإيران تشكل حالة فريدة لا مثيل لها على مدار أربعة عقود نصف العقدة قام النظام في إيران وأسس حكمه على قاعدة حكم فردي مذهبية محور حول عقيدة ولاية الفقه وعلى الرغم من اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات في البلاد وجود مؤسسة تشريعية منتخبة لكن إدارة شؤون الدولة لا تخرج عن أوامر المرشد العلى وهي سلطة منصوص عليها في المدى السابعة والخمسين من الدستور تؤكد أن إمام الأمة يجمع تحت عباءته السلطات التشريعية والتنفيذية والقضايا هذه العقيدة السياسية الدينية السائدة اليوم في إيران أسست لها كتابات الخميني وتحديدا كتاب الحكومة الإسلامية المصدر الأساسي للمبادئ السياسية وكذلك الفكرية للدستور الإيراني وصبت جميع المواد دستور في هذا المنح إذ نصت المادة الخامسة منه على ضرورة إيلاء ولاية الأمر إمام الأمة في إيران إلى الفقيه العادل وفي مفهوم الخميني للولي الفقيه تعد إدارة السلطة حكرا على نخبة من رجال الدين وما السياسة سوى ترجمة عملية لإرادة الولي الفقيه وليس إرادة الشعب لذلك تعتمد ولاية الفقيه وفق التصور الخميني على نوع من التوفيض الإلهي كل من يعارض هذا التخليد الشاعي يصبح في نظر النظام كافرا ومن هذا المنطلق بات ينظر إلى المعارضة السياسية في إيران على أنها الخروج عن الدين يقتضي من النظام مجابها ذلك بالقسوة والعنف ترجمة نانسي قنقر